ملا زيف عشواء جولتنا بين الفبركات التي لا نعتقد أنها مدفوعة بأجندات سياسية مع بداية القرن العشرين أصبحت الولايات المتحدة أغنى دولة في العالم فتجاوز الناتج الإجمالي لاقتصادها الإمبراطورية البريطانية بل إنها راكمت ثروات غير مسبوقة في التاريخ وبنهاية الحرب العالمية الأولى تعززت مكانتها وأغرقت الكثير من دول العالم الكبرى في الديون أما خلال الحرب العالمية الثانية فرجحت القدرات الاقتصادية المهولة للولايات المتحدة كفة الحلفاء حيث قدمت مساعدات تجاوزت الخمسين مليار دولار أمريكي للاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة والصين وغيرها من الدول تلك أمور يفترض في أي صحفي أو مثقف بسيط أو حتى شخص يشاهد الأفلام الوثائقية أن يعرفها ولذلك لا أجد تفسيرا للمنشور التالي والذي يتداول على منصة فيسبوك بكثافة ويقول صورة التقطت عام 1944 أي قبل 74 عاما تقريبا يظهر فيها وزير الخزانة المصري جالسا بينما رئيس الوزراء الأمريكي واقفا ويجهش بالبكاء وخلفه نصف مجلس الوزراء الأمريكي بعد موافقة الملك فاروق على منح الحكومة الأمريكية أربعمائة مليون جنيه سترليني منحة لا ترد من مصر لمساعدة أمريكا إنها مصر يا سادة مفبرك القصة لا يعرف أنه لا يوجد رئيس الوزراء في الولايات المتحدة ثم إن رئيس الولايات المتحدة في تلك الفترة هو فرانكلين روزفلت وليس الشخص الظاهر في الصورة المؤسف هو أن قصة صورة الموجودة في المنشور حزينة جدا وتستحق التأمل بالفعل فهي تختصر الجبروتة الاستيطاني الذي بنيت على أساسه الولايات المتحدة الرجل الذي يبكي في الصورة هو جورج جيلت زعيم تجمع قبليا للهنود الحمر في ولاية داكوتا شمالية في الولايات المتحدة وسبب بكائه هو أنه كان مرغما على توقيع عقد بيع مائة وخمسة وخمسين ألف فدانا من أراضي قومه للدولة لبناء سد جاريسون عام 1948 هذه كل الحكاية لا على قتال مصر ولا بالملك فاروق بالقصة من قريب ولا من بعيد ترجمة نانسي قنقر